موسيقى مشاهدين الكرام أهلا بكم في حلقة جديدة من قراءة الواقع الفلسطيني وكما أشارنا إليكم يوم أمس في الحديث عن الضفة الغربية وبنى الضفة الغربية موازين القوى وموازين الضعف ومكانة الصهيونية في الحديث والتفكير في الضفة الغربية اليوم ننتقل بذات المنطق للحديث عن قطاع غزة وللحديث عن نبذة تاريخية تتعلق بالمقاومة في قطاع غزة وترابطبية البيئة المجتمعية في قطاع غزة والحاضنة للمقاومة الفلسطينية ثم سنتحدث عن الارتدادات السلبية التي يعيش الفلسطيني فيها جراء عملية الحصار المتراتب لقطاع غزة أحببنا أن نأخذ مسارا تاريخيا مبسطا في دور قطاع غزة في إعادة التأثير في الحالة الفلسطينية متابعين الكرام من يتابع واقع قطاع غزة ظل قطاع غزة سابقا في المنهجية القيادية في الحالة الفلسطينية بشكل كبير فإذا أردنا أن نأخذ مثلا تشكيل الفصائل الفلسطينية وحضورها فكان للطلائع الطلبية في قطاع غزة حضورا في مسألة القيادة والتأثير في الفصائل الفلسطينية وعندما أريد الحديث عن حالة الاشتباكية العالية كان لقطاع غزة أيضا حضورا نوعيا في إدارة الملف عندما نماثلها في الضفة الغربية فنحن أمام جناحي مقاومة بنيت في الأراضي الفلسطينية على الضفة الغربية وقطاع غزة فلا يمكن أن نتحدث عن قطاع غزة وما تقدم في الحالة الفلسطينية إلا كانت الضفة الغربية معها كفرصيرها الاحتلال الإسرائيلي أدرك معادلة قطاع غزة لتعقيدات ثلاث الأول وهذا الذي دفع رابين بالمناسب ليتحدث بأنه يتمنى أن يصحوا باكرا فيرى قطاع غزة وقذابة في البحر الاحتلال يدرك بأن نوعية الإنسان الغزي وهذه أبحاث بالمناسبة التحدث عنها الاحتلال بأنه ذاهب لمسألة المقاومة الفعلية وجاهز لهذا الإطار البعد الآخر بأن ديمغرافية وجغرافية غزة تجعل حالة الاشتباك في الانتفاضة الأولى صعبة على الاحتلال الإسرائيلي ومركزية في الإذاء المتطور ثم البعد الآخر بأن النزع العسكرية لدى أهلنا في قطاع غزة هي الغالبة في مسألة النضال الوطني والتي عادة ليست قريبة من نوعية النضال المدني ولا يرى الغزاوي بين قوسين النظرة للنضال المدني على أنه أبواب ذات جدوى ونحن نرى تابعينا الكرام بأن غزة سريعة الانتقال سريعة الانتقال في الانتفاضة الأولى والتفكير في جدوة العمل المواجه سريعة في الانتقال في العمل العسكري في الانتفاضة الثانية وهذا الذي جعل شارون وبالمناسبة حتى لا يكون النقاش سطحيا الذي فكر في عملية الانسحاب من قطاع غزة شارون الذي ترجم هذه العملية وليس شارون هو ناظم عملية الانسحاب كانت هيئة الأركان أعضاء في المنظمة الاستخبارية العسكرية الإسرائيلية وكذلك في الشباب يرون أن هناك معضلة حقيقية يعيشها الاستيطان في قطاع غزة والمؤسسة العسكرية الأمنية ترى بأن وجود الجيش الإسرائيلي في بطن غزة وخان يونس ورفح وغيرها من المدن الإسرائيلية يجعل فضاء الاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي كبير وأنا قرأت أكثر من بحثين لمعهد دراسات الأمن القوم الإسرائيلي يتحدث عن الفوائد الارتكازية التي ارتكز عليها شارون في مسألة الانسحاب من قطاع غزة والذي نقل الحالة الفلسطينية لأول مرة إلى وجود إقليم هذا الإقليم لا يوجد في محيطه مستوطنات على الأقل مستوطنات قريبة منه وكانت أول مرة في تاريخ الحالة الفلسطينية أن تجبر الاحتلال الإسرائيلي على الانسحاب التفكيكي لمستوطنات وهذا جاء على خلفية الضربات التي قامت بها المقاومة الفلسطينية الشعبية والجماهيرية والحزبية وغيرها ونوعية الأداء المقاوم الذي برزت في قطاع غزة كمتغير مهم يحكم الأضرار الكبيرة التي وقعت على المشروع الإسرائيلي فبدراسة الجدوى للبقاء في داخل قطاع غزة رأى الاحتلال بضرورة الانسحاب هذا عجل متابعين الكرام باستغلال حركة حماس والفصائل المقاومة هذه البيئة فأنشأت قواعد عسكرية متينة في داخلها ثم أنشأت تجييشا لبنى عسكرية وصلت إلى تراتب يصفها الاحتلال الإسرائيلي بأنها تأخذ منحنيات الجيوش لا حرب العصابات التي كانت حاضرة في التاريخ الفلسطيني وأخذت تراتبية أيضا متينة في تحويل ساحة قطاع غزة إلى ذخر استراتيجي وأمني يتعلق بالقضية الفلسطينية بل طورت المقاومة من أدائه وهذا برز في انتفاضة الأقصى أنها أصبحت تفكر بالإيذاء النوعي للاحتلال الإسرائيلي عبر أدوات يمكن أن تتخطى قطاع غزة فنشأ لدينا النفق على سبيل المثال كأنفاق اقتحامية للمستوطنات الإسرائيلية ونشأ لدينا فكر الصاروخ الذي يصل إلى أنحاء الكيان مؤذيا لحالة الاستقرار الإسرائيلي ثم دخل في فكر المقاومة وهنا لابد عند الحديث عن قطاع غزة لابد متابعين الكرام أن نذكر التراتبية التي قامت بها كتائف شهيد عز الدين القسام تحديدا التي كانت سابقة بشكل كبير في إدارة نوعية المقاومة وهنا لا أتحدث امتداحا أو ذما ولا أتحدث ببعد التنظير لهذا الموضوع ولكن أقرأ قراءة استراتيجية لما فعلت قطاع غزة وتحديدا ما فعلت المقاومة الممثلة بكتائب القسام التي أدارت نوعية المواجهة وأدخلت في فكر الحالة الفلسطينية أربع متغيرات لم تكن حاضرة ووجودة بشكل بين في إدارة الصراع الداخل للاحتلال الإسرائيلي مراكمة في ذلك ما جرى في بيروت محسنة في الأداء العام مطورة للعقل الفلسطيني ومستأثرة بالجيل الشباب النوعي الذي أراد أن ينتقل من مرحلة المواجهة غير المنضبطة والمدروسة على إيقاع وإنما حولها إلى إدارة المؤسسة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والأربع متغيرات التي يمكن أن أشير إليها متابعين الكرام المتغير الأول هو الإيمان بالحيالة الفلسطينية الداخلية ونوعية الشاب المقاتل وتحويل البيئة المجتمعية إلى حالة داعمة للمقاومة أصبح لدينا مجتمع فلسطيني يحتضن شعار المقاومة يؤطر أبناؤه في منظومة مقاومة ثم يؤثر في ذلك من خلال إبداعية المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي وعند حديث الإبداعية وهذا الركن الثاني أن المقاومة لم تكن جامدة وهذا متابعين الكرام ما نحاول أن نقرأ في الحديث الإسرائيلي تحديدا عن كتائب القسام كيف تفكر في إدارة الصراع شوفوا عنا 2008-2009 وصولا لعام 2014 من يتابع حالة المواجهة ما بين المقاومة الفلسطينية وما بين الاحتلال الإسرائيلي 2008-2009 كانت تعتمد المقاومة على الاشتباك المباشر وأحيانا على بعض الصواريخ ضعيفة المدى وضعيفة التأثير ثم وصلنا إلى مرحلة عام 2014 والتي كانت النوعية انطلاق المواجهة عندما تحدث عن نوعية انطلاق المواجهة لأول مرة الشعب الفلسطيني يمتلك أداة قادرة على تفعيل مواجهة نوعية من الاحتلال الإسرائيلي بنوعية الجندي وهذا ما تحدث عنه الاحتلال الإسرائيلي عندما قيل على لسان رئاسة هيئة الإركان وتذكرون ماذا قال مفاز عندما قال وشخصيات ويعلون وغيرهم من قيادات الاحتلال الإسرائيلي الذين قالوا نحن وجدنا مقاتلية فلسطينية بشخص جندية تراتبية قادرة على إيقاع خسائر وقادرة على هجوم وقادرة أن تكون بمصاف الجنود المقاتلين في الميدان وعندما تم مخاطبة الجنود في عام 2014 من قبل الاحتلال الإسرائيلي وكان يخاطمهم يعلون في حينها قال بأنكم ستجدون مجندين أو مقاتلون يحسلون القتال معنى ذلك متابعينا الكرام أصبح لدينا جندية نوعية وهذا في الحالة الفلسطينية الجانب الثالث متابعينا الكرام بأن هذه الجندية التراتبية أصبحت لديها مكنة تفكير في إدارة المواجهة الاحتلال كان يخشى من أنفاق تصل في عمقها إلى المستوطنات الإسرائيلية وكان الاحتلال يقول بأن استراتيجية المقاومة في تلك المرحلة كانت تقتضي وجود أنفاق تتيح للمقاومة الفلسطينية أن تصل إلى مستوطنات وتقوم بخطف جنود أو مستوطنات بأكملها وهذا جعل الاحتلال الإسرائيلي يدفع الملايين من أجل تنفيذ عملية تدمير أنفاق المقاومة الفلسطينية الجانب الآخر متابعينا الكرام وهي نوعية الصاروخ نحن شفنا مفاجأة في الحالة الفلسطينية أن المقاومة الفلسطينية تراكم خبرات عربية تحاول خلق تحالفات مع المقاومة الفلسطينية مع دول تحاول أن تبني استراتيجية تنسيك مع أحزاب وتحاول أن تدير كل هذه الخبرات بالخلال بيئة قطاع غزة المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي فوجدنا نوعية متطورة لحرب 2021 التي ظهر فيها متغير القذائف الصاروخية التي شكلت نوعية في الإيذاء للمشروع الإسرائيلي الاستقراري القائمة على نوعية المنهجية التي تعد الشعوب بدولة مطبئنة قادرة على مواجهة الأعداء هذا الموضوع يا أخوان جعل الاحتلال في مأزق وأن أقولها منذ عام 2014 وصولا لعام 2021 أن تجد المجتمع الإسرائيلي بأكمله المؤسسة الإسرائيلية بعجزها والحالة الأمنية بعجزها يقع أكثر من 7 مليون إسرائيلي تحت طائلة الدخول إلى الأنفاق ثم يرى الاحتلال الإسرائيلي بأن مطاراته بأن مواقعه الاستراتيجية بأن مدنه الأكثر استقراراً يتحت طرقات الإيقاع التخويفي من المقاومة الفلسطينية وعدم الاستقرار بالقذائف التي تطلق هذا هذا التساؤل العميق وأن تجد أيضاً في التفكير الإسرائيلي التساؤل استراتيجياً ما الذي يمكن أن نفعله بقطع غزة؟ هذا موضوع أصبح مرهقاً للمؤسسة الإسرائيلية عندما أقول مرهق يا إخوان نحن أمام خمسة حكومات إسرائيلية خمسة حكومات الإسرائيلية على رأسها نتنياو وقبلها حكومة يقودها أولمرت وقبلها حكومة يقودها باراك وكانت تساؤل الكبير ما الذي يمكن أن نفعله في قطاع غزة استراتيجياً؟ ثم لفني عندما كانت أمام التساؤل الأعمق هل سنأخذ قراراً باجتياح قطاع غزة؟ هذا التساؤل اليوم أصبح التفكير الأمن الإسرائيلي إخواننا كله منعقد على مسألة ما الذي يمكن أن نفعله في قطاع غزة والإجابة مغلقة حتى الساعة وبناء على ذلك متابعين الكرام عندما يكون متغير حالة المواجهة التصنيف لدى معهد الدراسات الأمن القوم الإسرائيلي بأن قطاع غزة لديها ثلاثة ميز سرعة في الاستجابة لحالة التدهور البعد الآخر نشاط رشق لحالة المواجهة والبعد الثالث تأثير نوعي في تفكير الإسرائيلي من خلال أثر المواجهة الفوري وهذا إخوان بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي لم يتعود عليه عندما أرهق في جنوب لبنان انسحبه من جنوب لبنان وأراح نفسه باتفاقيات مع الحكومة اللبنانية عندما أرهق في بيروت قام بعملية انتشارية وصلت إلى حدود احتلال مناطق واسعة وطرد منظمة التحرير الفلسطينية عندما كان الأمر يتعلق بالانتفاضة الحجر الأولى عقد اتفاقية مع السلطة الفلسطينية لمحركة فتح تحديدا وحيض الضفة الغربية عندما كان الواقع استنزافيا في مناطق مختلفة من الكيان كان إما أن يبادر بإنهاء الحالة أو يتفق مع الحالة تجينا في هذه الواقع قطاع غزة لديه مشكلة حقية معها المكون الرئيس للمقاومة كما أشرنا التيارات الإسلامية ثم بعد ذلك نتحدث عن الفصائل الصغيرة لكن الفصائل ليست صغيرة بالمعنى يعني الانتقادي وإنما نتحدث هنا بأوزان القدرة التأثيرية على الاحتلال الإسرائيلي وكل الفصائل على رأسي وعيني حتى لا يفهم البعض لا سمح الله تقليلا أو غيره نشأت لدينا المقاومة الفلسطينية كما قلنا من خلال ما بعد الانقسام ويعني هذه المرحلة التاريخية أردتها متابعين الكرام الوصول إلى الحلقة الثانية وهي بذات الأهمية بالحلقة التي أشرنا إليها حركة حماس بسيطرتها على قطاع غزة جعلت مقدمة إدارتها لقطاع غزة أن تحفظ جلاحا مهما في الحالة الفلسطينية يأخذ على حاتقه الجاهزية لمواجهة الاحتلال والتعبئة التي تقود بها حركة حماس تصنيفاتها وتشكيلاتها بأنهم يعدونهم للحرب الحاسمة في المواجهة وفي كل مرة عندما نسمع تراكم حركة المقاومة الفلسطينية على القل أداءا نوعيا في إطار المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي أحنا قلنا بدأ القضية بالاشتباك ثم بالصاروخ قليل الأثر ثم بالأنفاق الهجومية ثم انتقالا نوعيا في الصواريخ ثم الطائرات المسيرة وغيرها من التراتبات المتعلقة بالإيذاء للبيئة الإسرائيلية بدأت في غلاف غزة ثم انتقلت إلى عسقلان وصلت إلى منطقة حيفا وأيضا المستوطنات الكبرى ثم القدس ثم أصبحت متغيرا يتحدث عن الأحداث في الأراضي الفلسطينية وعندما يتحدث عن الأحداث جذوة التأثير في الحالة الفلسطينية ما جرى في عام 2021 والتي كان فيها المشهدية الإسرائيلية الاستعراضية في المسجد الأقصى ومسيرة الأعلام ثم حضور ذروة التصعيد في هذا الجانب حتى وصلنا إلى الحرب التي شهدت في عام 2021 والتي شكلت لدى الاحتلال الإسرائيلي نكستين في اتجاهين النكسة الأولى أنه بعد كل هذه الأعوام من الحصار وخنق المقاومة الفلسطينية وحصار المقاومة الفلسطينية والتغيير في بيئة مصر والتغيير في البيئات المحيطة في المقاومة الفلسطينية والوصول إلى درجة التطبيع مع السودان وإقلاق في حالة ليبيا بمعنى أنتم تعرفوا أن المقاومة الفلسطينية كانت تعتمد في دوائر دعمها على طرق مصر على ليبيا وتعتمد أيضا على السودان كمورات مهمة تأتي منها القوة أن تأتي في ذروة ذلك في ذروة هذا الحصار بعد تعطيل البيئة المحيطة بالمقاومة الفلسطينية ثم تقوم المقاومة في عام 2021 بهذا الزخم المؤثر على حالة الاستقرار وعندما أقول حالة الاستقرار لدينا أربع صور تذكروها دائما متابعين الفكرام عند الحديث عن قطاع غزة وأنا قلت هنا أن أتحدث ببعد الباحث حول بعض المؤشرات المهمة التي يتحدث عنها الاحتلال من حيث الأثر والبيان المتعلق بالتأثر الاحتلالي من بيئة قطاع غزة هناك أنا أتحدث عن حرب قطاع غزة أولا القدرة على الانتشارية في كل مساحات الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1948 وعام 1967 من القدس وصولا إلى عمق الكيان وهذا بالمناسبة أدخل المجتمع الإسرائيلي في حالة لا استقرار بمعنى أن المواجهة الفلسطينية مع الاحتلال الإسرائيلي في أول مرة في تاريخها تدخل المجتمع الإسرائيلي بشعور أن هناك حالة ضغط على البيئة الداخلية الإسرائيلية وهذا لم يكن موجودا بالمناسبة النقطة الثانية متابعين الكرام أن لدى المقاومة قدرة على دقية الاستهداف والإعلان وإدارة معركة حقية تتكافأ فيها إرادة بإرادة بمعنى أنا لا أتحدث عن التكافأ النوعي في القوة أنا أتحدث عن تكافأ الإرادات بأن المقاومة تقول سأغلق المطارات يعني ستغلق المطارات ستضرب تل أبيب يعني ستضرب تل أبيب ستمص حالة الاستقرار في الكدس ستمص حالة الاستقرار في الكدس أن المجتمع الصهيوني سيدخل كله في المجال يعني ذلك دخوله في الملاجئ وهذا بالمناسبة غير مكرور في الحالة الفلسطينية ولا حتى في المواجهة العربية مع الاحتلال الإسرائيلي وكان الشعار دائما بأنك تدير مواجهة في المناطق التي يمكن أن تصل إليها وأتحدث هنا عن البعد التي يماثل حالة قطاع غزة النقطة الثالثة وهي متغير ثالث مهم متابعين الكرام لأن الحالة الفلسطينية لأول مرة تظهر صورة القدرة على استنزاف الكيان بالشكل الذي ظهرت فيه كان لدينا ناطقا للمقاومة الفلسطينية وأذرعا تتحدث ولديك ساعة إطلاق وغيره ولديك ساعة تعبئة وهذا بالمناسبة أبقى الحالة الفلسطينية على امتدادها وهذه آلية التعبئة للمقاومة الفلسطينية واليوم إخوان أنتم تذكروا الشعار في الأراضي الفلسطينية للهتاف لمحمد ضيف الهتاف لأبي عبيدة الهتاف لكتائب القسام الهتاف لسراري القدس وغيرها من الفصائل الفلسطينية هذا يعني إعادة قولبة مسارات في السحة الفلسطينية إخوان في عام 1992 وصولا لعام 1994 أصبح هناك تيارا في الحالة الوطنية يؤمن بالحالة السياسية مع الاحتلال الإسرائيلي عفوا وهذا التيار أصبح له مؤسسة وأصبح له سلطة وأصبح له امتيازات وأصبح له جنود وأصبح له تجهيزات وأصبح له قطاعات وأصبح له تكويناته لبيتكمية أمام هذه الترادفية كان هناك حالة مقاومة ملاحقة مطاردة بل محاصرة بل مضغوطة عليها بل هناك تحالفية دولية في شرم الشيخ أكثر من مئة تجمع ما بين دولة ومؤسسة ونظمة وجهاز عسكري كانوا يرقبون حالة المواجهة مع هذا التيار وكان الاحتلال الإسرائيلي يؤمن بأن حالة الهزيمة لهذا المشروع سهلة في عام 2020 الذي نظم حالة المجتمع الفلسطيني استطلاعات الرأي يا أخوان مش استطلاعاتي هذا مش حديثي وغير حالة الفكر في المجتمع الفلسطيني وأدار موضوع الجدوى في الحالة الفلسطينية ما شهد في عام 2021 وهذا يا أخوان جعل هناك حالة ترتب عليها إلغاء الانتخابات الفلسطينية التشريعية التي كان مؤكدا للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية وللأمريكان وغيرهم بأن تيار المقاومة سيكون فائزا في هذه وكان أثر ذلك في حرب 2021 وهذا لأن يعكس بعد ذلك متابعين الكرام على واقع الضفة الغربية الذي جعل حالة الجدوى والإيمان بالطريق المتعلق بالمقاومة الفلسطينية هو أحد الإنعكاسات الكبيرة التي تحدث في حالة التعبية في قطاع الغزا وهذا يجعلنا ندخل البنية الرابعة وهذا سيفتح في نقاش للحلقة القادمة متابعين الكرام حول استراتيجية المقاومة في قطاع الغزا يعني هل نحن أمام مقاومة استراتيجية تتحمل عبء إدارة القضية الفلسطينية تتحمل مسؤولية الردود على كل تصرفات الاحتلال الإسرائيلي هل بمقدورها أن تكون جيشا استراتيجيا قادما لإدارة نوعية المواجهة هذا موضوع إخواننا سيكون في الحلقة القادمة لأنه هذا موضوع اجتباكي بينكسين أنت أمام قطاع فيه مجتمع فيه بيئة داخلية فيه مسؤوليات فيه حصار فيه مكنة إدارة فيه سلطة فيه إدارة اجتماعية هذا التجمع الفلسطيني من 2 مليون ونصف فلسطيني في قطاع غزة يعيشون بمعدل كل سنتين حرب أو مواجهة أو تصعيد مصبح التساؤل هذا التكتل كيف سيعيش كيف سيمضي أيامه وهذا موضوع إن شاء الله سنناقش فيه متابعين الكرام ما بين الحديث عن الوقائع الفلسطيني وأنا أذكر متابعين الكرام ألف مرة هذه الحلقات هي حالة نقاشية حالة لعادة ترتيب واقع الحالة الفلسطينية على دائرة الوعي الجمعي وشان هيك لما منتحدث إخوان ليس تفضيلا لجناع على جناح وإنما نجعلها يعني إما للنقاش حالي أو بعد سنوات وما إلى ذلك تفيد في بناء الحالة الفلسطينية ننقد نناقش ونطرح المتغيرات حتى يكون هناك إعادة اعتبار لمنى فكرية متينة في الحالة الفلسطينية نلتقيكم غد إن شاء الله حول الواقع الفلسطيني في قطاع غزة واشتباكية الإيجابية والسلبيات في داخل قطاع غزة دمتم بود وإلى لكم